اشتركوا في القناة 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 بطريقة واقعية الأمور ديالي وواضحة باش نقدر نحدد واحد الآدف اللي كتعاوني نجح في الحياة ديالي بصفة عامة من بعد وهنايا قد ندخلو في ذيك الميزانية خاصتني نعرف شنو هي الميزانية ديالي يعني شنو ما المصاريف ديالي شنو ما المداخل ديالي ما نكونش كن نعيش بوحد طريقة عشوائية يعني الستراتيجية ديالي في الحياة ولا في العمل ما تكونش هي غير الأمل يكون كل شي مدروس ومحسوب وكما شو درجة أنني نولي موسوس بالحسابات مغى منضم أموري لا بالأسف فاش ما كان مداش نكتب تم ما كيولي الوسوس علاش لأن ديما خايف من شي مفاجأة غير صارة كتبقاش بأمور واضحة كتبقوا مفاجقة كل أمور مكتوبة ومدروسة كيكون عندي تكن تحكم فيها أكتر لدرجة أنني قاع كنقدر حتى الحالات اللي سيتنا أيو حرة الطوارئتها كنخدمو عليهم في الميزانية باش نكونوا وجدين لهم لقدر الله دونك هاد الميزانية فاش كنديروها ضروري خسا تتبع خسا نتبعوها باش نعرفو فين غاديين واش غاديين فترة قصرة صحيح باش نبدو نعرفو واش المصاريف ديالنا مصاريف معقولة وباش نعرفو واش العادات ديالنا في التسير المالي هي عادات سلبية ولا إيجابية فتتبعو فاش كيكون دك شي مكتوب ما كتقدش تكذب على راسك كتشوف الواقع وكتكون مجبر أنك تكون صريح مع راسك من بعد هتتبع خسني ناخد واحد القرار كبير وننفرق الميز ما بين أنواع الديون أن الديون كلها ماشي بحل بحل فاش كنديرو على الميزانية كنديرو على الديون هي بصفة عامة كل ما قدرنا نجنبو الديون مزيان ولكن كان ديون إيجابية وديون سلبية كان ديون إيجابية هي ما تنفش كنستثمار في الدار ديالي هذا كستثمار في المنزل اللي يقدر ياخد قاعد القيمة مع الوقت واللي كنشوف القيمة دياله كنستغلها وكنعيش فيها كان بعض استثمار الديون قوله سلبية اللي مع الوقت ما كتبقاش عاقل عليها ما كعارف فيها اشتفش استعملتها ولكن ما زال حاضرة معانا الممارسة الجيدة الأخيرة اللي نقول أخرى أكثر هذو المهمين وما زال غير رجعون لهم أكيد في حلقات بتخصيل في حلقات مقبلة مبرنا وجسرت الممارسة الأخيرة فاش كندروعي الميزانية والتدبير المالي فيها تدبير ديال موارد ديالي ما في واحد جانب أخر مهم هو كيفاش نقدر نمي هذوك الموارد ديالي إلا كان عندي طموها أكبر من حقي ولكن فاش كيكون عندي طموها أكبر المسؤولي للي تيكة كبر كيفاش نقدر نمي هذوك المدخول ديالي واليوما في الصراحة لإمكانيات كبيرة بزاف إمكانيات كبيرة للناس اللي عاد بادي حياتهم للناس اللي ديجا انسطالين في حياتهم وحتى الناس اللي عندهم إمكانيات اليوما متواضعة أو كبيرة اليوما ممكن قد نقول هذو ممارسات المهمة بزاف في تدبير المالي قلت إسماعيل بأنه كيخصنا أكيد نتعلمو من الأخطاء ديالنا ومن الأخطاء ديال آخرين وكنضن أن هذي أول خطوة باش نتجنبو مجموعة من الأخطاء اللي كنديروها وحنا كندبرو الحياة ديالنا شنه هي الأشياء الأخرى اللي كيخصنا نديروها باش نتجنبو هذ الأخطاء نقدر نقول كتر من الأخطاء كينا واحد الأفكار اللي مغلوطة واللي كتشوووش ماشي غير رؤية وما تخليناش نسيرو بشي طريقة إيجابية تمنين حياة ديالنا لا من الجانب المالي لا من الجانب الأخرى الخطأ الأول هو كنت سنح تل واحد النهار فاش الأمور تكون كلها مضبوطة ومواتية عادنا بدأت تقنايا ندبر بطريقة عقلانية هذا غير منطقي بحالة شي واحد قال لك أنا ما عمرني ما نحترج لي فلم حتى نتعلم نعوم ما يمكنش خصك إذا بغتيت تعلمت عوم خصك تغبط الماء ولكن كتمشي بشوية بشوية دونك ما كانش واحد النهار مثالي توقيت مثالي باش نبدأ ندبر حياتي خصني نبدأ اليوم بالعكس كين واحد الناس اللي كيقولو فات الوقت والدهل دا بعض نضانايا وننضم الأمور ديالي كان خصني نديرها شحال هذي بالعكس ما كانش إني جامعة خطاق باش نبدأ نخدم كيفما ما كيش سين معين باش نقرأو كيفما كيش سين معين باش نتعلمو ما كيش سين معين باش ننضم أمورنا باش ننضم الأمور ديالي بالعكس إذا عشت واحد المدة طويلة وأنا يا ما راضيش على النتيجة والطريقة باش نعيش لأنه عارف القرار نفسينا الطريقة تدبر ديالي ما كانش متالية باش نكون نضريفين ليوما نبدأ من اليوم نضم الأمور ديالي الفكرة الثالثة اللي كاتبت لها مشكلة كبيرة هي التهرب من المسؤولية هي ديال ماشي أنا اللي مسؤول مثلا الراتب ديالي يباين ماذا غادي نضع نايا وماذا نحسن فيها تتاقة؟ نعم حسن بثاف ديالناس يقول لك واخا أنا كنتكلموا اليوم عن التدبير مالي يقول لك أنا ما عنديش واحد الدخل اللي هو مثلا كبير اللي غادي يحتاج أنني ندير لي واحد تقسيم وندير لي واحد استراتيجية كيفاش غادي نخسره كيفاش غادي نخسره لانك تكفي بثاف ديالناس يقول لك أنا مثلا عندي غير اسمي مثلا واحد لو ساليغ اللي متواضي اللي ما غاديش يخليني مثلا أنا عارف كل حاجة كنتمشي في المقسمة ما غاديش نحتاج التدبير وش حتى هالناس اليوم يقدروا يتدبروا المانية ديالهم بالعكس كل مكان المدخول ديالي متواضع وما اللي ضروري عليهم يديروا واحد تدبير عقلاني الميزانية ديالهم وكون متقن فاش كيكون واحد وضع الميزانية بصفة مكتوبة وتيكون تتبع كيبانوا لنا واحد المصاريف اللي ينقدروا سوان ديروا فيها واحد توفير أو اللي قاعد نتفادوها لأنها إما ما شي مهمة بالحيد كنتمشي بشوية بشوية ما كتخرش واحد دفعة واحدة المشكلة الرابعة والكبيرة والخطأ الكبير هو العلاقة ديالنا مع الفلوس العلاقة ديالنا مع الفلوس كان كل شخص عنده علاقة دياله مع الفلوس الخطأ اللي مخصنش نوقعه فيه هو نمشي وإما نشوفه بأن الفلوس هي كل شي ونبطل ناجح ديالنا في الحياة غير بالماديات وهذا يعني علميا غير صحيح لأن أولا الناس اللي كينجعوا في الحياة وكيحقوا واحد طروات كبيرة كيبقاوا مستمرين في العمل ديالهم في الالتزامات ديالهم لأن نقوله الربح المادي ما الشي هو الموتور ديالهم ولكن كيكون نتيجة ديال العمل اللي كيقوموا به وفي نفس الوقت نشوفه الناس اللي كان نشوفه بأنه مناجحين في الحياة نشوفه واحد ناس اللي كيعطيه كثر من اللي كي ياخده ناس اللي متزمين في المجتمع اللي كيعونه لكومينوتة ديالهم عاو تاني في الطرف الآخر مخصنش عاو تاني نكونه في الخطأ ديال نقوله بأن الفلوس ما مهماش تماماً الفلوس هي واحد الوسيلة اللي كتمكنني باش نعيش طبوغ بكرمة ونحقق واحد الاهداف ديالي يعني نخسني نكون في الوسط منساج بأن الفلوس مهمين ولكي ماشي هما أهم حاجة وبأنهم وسيلة باش نحقق الاهداف ديالي والوسيلة ماشي الهدف نعم سيسماعيل هنا واحد سؤال اللي ضروري بزاف دي المشاهدين غادي سولوا كين بزاف دي الناس اللي تدبيرهم الميزانية ديالهم كيكون لرنسهم وش اليوم مهم أننا نشتركوناس أولا من الأحسن أن كل واحد يدبر الميزانية دياله ولا راسه سوكتوفش كين تتكلموا على الازواج بجوج كيكونوا خدامين أولا ماشي بجوجهم خدامين أنا كنعتقد بأن خصوصا في الازواج ضروري يكون هاد تصير دي الميزانية مشترك علاش أولا باسك جوج الناس كيفكروا حسن من واحد كان جيبوا الخبرة وكان جيبوا الكفاءات ديالهم جوج فعلا هاد العمل مشترك كان تفادوا السوء التفاهم اللي يقدر يوقع كان قدروا نحدوا الأهداف ديالنا بطريقة واقعية لحسب الميزانية اللي عندنا والسوغته كان تفادوا بزاف ديال المشاكل اللي كي أديوا لقدر الله لطلق للنارة بزاف ديال المشاكل المالية كتكون هي من الأسباب الانفصال ديال أزواج لونك ضروري تكون تشاركها هاد العملية مكي مناش لانا فاش كنديروا الميزانية ديالنا ككوبل هاد البجي ديالي مصرف ديالي ندير لي تصير ديالي كيما بغيت يعني البجي ديالي في الميزانية ديالنا ككوبل نقدر نديرو بوحدة ونصيرو كيما بغيت ولكن الميزانية ديال العائلة تكون تصير بطريقة مشتركة سمحني يا اسماعيل محنا تنتكلموا على اليكوب تنتكلموا أيضا على الأسر المغربية وبرنامج أسراتي موجه الأسر المغربية ولداتنا أبغتيغ من أي سن ممكن أننا نبدو نقلمهم كيفش يديرو تدبير حياتهم من ناحية المالية كنا اعتقد كلما كان بكري كلما مزيان علاش؟ يعني هنا العلاقة ديالنا مع الفلوس كتبنا في الصغر وفي السنوات الأولى كذل علاقة باش تكون علاقة إيجابية خاصة نشرحو الأطفال ديالنا ولد ديالنا علاش كنناخدو هاد القرارات علاش غديش نشريو هادي اليوم أولا علاش ما غديش نشريوها فمرة وباش هاد القرار ميباش لي هو قرار غير اعتباطي ولا قرار كيتاخدو بوحد صيفة فردية ولا أحادية كنشرحو لي الميزانية شنو هي لك شعنش المصروف ديال الجيب ويمكن قدرون نظرو عليها في حلقة بتفصيل نعرف القيمة ديال الأمور القيمة ديال الأشياء عن طريق مصروف ديال الجيب من الأول باش العلاقة ديالو مع الفلوس تكون علاقة بسيطة عندي هاد الميزانية نعرف كيفاش نصيرها ما يكونش عندي كونت إليميتي من سنوات الأولى ضروري نشركوهم في تسير ديال الميزانية ترجمة نانسي قنقر